اشتركوا في القناة 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 مصرحت 6 سنوات ولهما تستمر من 20 أو 30 عام لنفعل الثانية لقد معلومي لم أعلم بشكل عشوين ما بقيت النسية نعم ايضا احديث انتظرنا الباب الملادين والذين هل تفعل الوطن مانتبه لا مانتبه لا 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 احد يحمن سوف يوجد فكرة اطلبت قلت لله رحم والدي الراجل فيه لكل صحيح الراجل فيه لكل صحيح ولما تشرق الشيء هو وتفرجوه فيه رأى من سمحش لي وعورت لي وطلبت وقلت لله رحم والدي أنا الليلة باش غدا نحبس خبوي أنا ديالة أقول العمر ديالة مصر ديالة في ريال سأجدك الملطحون وقلوا وشك تسأل هالي براولة باش غمتقل لا حد لباس أموتي لا حد لباس لا مغاني متتبعي قناة مغرب نيوز كانت واجدوا الان بمنطقة سين مسلم جذوب قيادة سين مسلم جذوب كان نشوفوا هنا واحد يعني شبه مقهى ما ديالة نقولوا مقهى او لا نقولوا محل سياحي او لا منتج سياحي إلا وكيكون مرخص وله ما له من وطائق وكذلك من مراقبة هذا المحل هذا حسب معطيات وحسب ما استقيناه من عند أصحاب هذا المحل لتذكير فقط على أن السيد القائد يؤكد لنا على أن هذه المنطقة هذه بالضبط هي ميكل الجموع وفعلا هذا ما أكده حتى صاحب المشروع لأنها فعلا هي أرض الجموع لكي الأب ديالوكي سغلى منذ مدة سبعين سانة كما كتشوفوا معنا احنا كنتواجدوا داخل هذا يعني نسميه منتجة مؤقتا حتى نلقوا في الصيغة اللي سنسميه بها كما تلاحظوا معي هذا من دم الخسائر اللي خسروا هاد الناس فضل هاد العملية للهدم الشاملة لمنطقة سيد الموسى مجدوب جماعة سيد الموسى مجدوب قيادة سيد الموسى مجدوب بعمالة المحمدية تواجد هاد الناس هادو حسب المعطيات اللي اخدينا هي انو كيتواجدو هنا منذ ست سنوات بالنسبة التعاونية فهي دارت في 2020 يعني دبا حوالي سنتين ونصف هنا كان واحد المنتجة او لا واحد المحل اللي كي يحجو له الناس زائرين للمنطقة خاصة فصل الرابع اللي كيكون هنا الجو رائع بالربع وزراع وما الى غير ذلك هضاب جبال يعني كين واحد كين واحد المنظر سياحي بالقرب من منتجة سياحي فعلا هو منتجة مرخص له ويعمل فيه واضحة النهار واضحة النهار دائما ومن منطقة سيدي موسى المجدوب قيادة سيدي موسى المجدوب جماعة سيدي موسى المجدوب عمالة المحملية كان تواجدوا في هذا المكان اللي كما كتشوفوا يعني احتمل اسلاك كهربائية كينا يعني كل ما هو يجب توفره في اي مجال سياحي او لا مجال دي المنتجات السياحية موجود هنا لكن بالرغم من كل هذا فقد تم هدم هذا المكان بحضور سيد قائد قيادة سيدي موسى المجدوب وكذلك اعوان السلطة ورجال القوات المساعدة لكن مشتوا معنا وكتشوفوا معنا هنا الاسلاك الكهربائية نتمنى على انهم يكونوا هذا الاسلاك الكهربائية مقطوع منها التيار بش ما توقع شيء كارثة اخرى كما كتشوفوا معنا هادو مخلفات الهدم كما كتشوفوا هادو 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 حويجات دير هاد الناس هادو محمد السياسي اللي كارك يستغل هادو وكي يقول على ان لديه تعاونية مرخص لها من طرف محكمة وكذلك من طرف سيد قائد من نفسه لكن يبقى دائما الشق القانوني فهو الشق قانوني بالنسبة للترخيص بإنشاء مطعم او لمحل لبيع المأكولات في منطقة ما مرخص سيد مرخص 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 السلام عليكم الممتر نعم الممتر كنت مرخص 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 تقريبا مرخص 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 المجدد خبز الحلويات المحمدية مرخص 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 الوصل اليداعي بيحيدة على هذا الرقص يقول ديك انا لم اعطيتك ايه يقول يلا يقول ساعة القيدة انا اغنيب شي نجيبك الوصل اليداعي ونجيبك ذيك الورقه من المحكمة يقول يلا. يقول يلا شي ممنواله. يقول لي انا انا كان طالما من اليجان بانيوش هاد شي اللي داروش انا انا نخدم قانونيا. قانونيا انا ما هاربش من القانون. محمد هذا المشروع هذا اللي انت ديرو هنا شح تقريبا تكون خسر عليكم. هذا هذا المشروع خسر علي 30 مليون ولي 25 مليون يعني طابلة بوحدها بمئتين درهم طابلة انا واخذ مئتين طابلة ولا مئة وخمسين طابلة كورسيكينا فوق تلتمية وخمسين ولا ربع مئة فوق ربع مئة كورسي برارد، سواند، ماتيرير، عشرة الكاميرات ماتيرير تهرسي هنا لداخل باخل لوني ما زيرو ديرهم ما أبقى عديتها حاجة انا اصبحت فقير واخر والنداء ديالك من كتوجه؟ نداء كان انا كنوجه الوزار الداخلية عمالة المحمدية داخلية الناس المسؤولين يشوفوا من حالتي ويشوفوا من هذا الوضع اللي كنعيش في دابة حاليا كيف حم وحدهم ما كتعيشوا هنا بهذا المشروع؟ انا ولادي خمسة ومرت خوية عدا خمسات الوليدات والدار العائلة عندهم توم باقينا وحد اتناش ولا اربعتاش وزائد الاب ديالي كناخد لي دوا ديالي كناخد لي سبعين سبعين هالف الشوكا باش كيدقوا على الكنسير ومن اللي جاء اليوم كان اينا اتا بعت معي اليوم ها من عام الوليد ديال كن في هذه الارض هذه الوليد الارضيالي فوق واحد ثمانين عام فوق ثمانين عام انا في عمري ديالة اتنين واحد وخمسين اتنين وخمسين لقيت الوليد كيف يفلح فيها خدمت فيها انا ادب حاليا فوق واحد فوق واحد ربعتاشر عام حاليا فوق ربعتاشر عام وكل شيء الناس يشوفوا ماشي الشجرة غنجيو لحطها اليوم وتولي قده كويك ماشي هذه الشجرة كويه غن نفضر في يومين سيمانة غادي بحلمه وشكرا وليكم مواسع النظر